ومع اقتراب موسم الشتاء يبدو أن التحضيرات له لا سيما في الجنوب ضعيفة قطاع المدافئ المتعب أصلا بسبب ارتفاع أسعار المزود والحطب يعاني جراء الأزمة في مثل هذا الوقت من السنة ينشغل عادة أهالي القرى والبلدات الحدودية في المناطق اللبنانية بالاستعداد لفصل الشتاء بدءا من الموني وصولا إلى التدفئة غير أن قطاع بيع المدافئ هذا العام متعثر أقله جنوبا والطلب على المدافئ تراجع لأكثر من سبب أضيف إليه هذه السنة الحرب في غزة والقصف الإسرائيلي على البلدات جنوب لبنان اليوم السنة عم نشهد انخفاض كبير كثير بين نسبة المبيعات لا عدة عوامل العامل الأولي هو النزوح من العرقوب ومن أخونا من الجنوب العامل الثاني حتى الشخص يلا عم يبقى اليوم بيقول لك أنه أنا بصفضي لهذا المصاري بتركون عندي لأيوم الحاجل لأنه مش عارفين كيف بتطور الأمور ميدانيا على الأرض وكما أصحاب محال البيع بالمفرأ كذلك أصحاب بيعي وتوزيع المدافئ بالجملة هنا السنة كمان شوائي موجهين شوائي قصدت أنه في بيع قليل من وراء الأوضاع اللي عبت تصيرها ونحن عنا بجنوب كثير ناس سنت الماضي أكتر شيء والسنة اللي قبلها أنه كل الناس غيروا من المزوط على الحطب لأنه غير المزوط مثلنا عنا في لبنان يعني في لبنان حوالي عشرين معمل لتصنيع المدافئ وتحديدا التقليدية منها موجودة في النبطية علي أما أقدمها ففي رشايا الوادي وضع هذه المعامل ليس بأفضل حال وإذا كانت وتيرة العمل فيها لم تتغير إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن التوزيع مازال على حاله السوق بجنوب لبنان بيشكل بالنسبة لنا خمسة عشرين تلاتين بالمئة من الماركت عنا اليوم سفر أنجي أوز يعني هني أورادي خف عندهم الفاند يعني بما يتعلق باللاجئين السوريين التصدير لبرة حكما يعني اليوم أنت ما حدا بيقرب صوبك طالما أنت مش عارفاني بدك تقدر تطلع بضعتك ما حدا بيجي صوبك وإذا كانت مشكلة أصحاب مصانع ومحال بيع المدافئ تكمن في تراجع نسبة المبيعات إلا أن مشكلة المواطنين لاسيما الجنوبيين أكبر فإلى ارتفاع أسعار المزود والغاز أتى القصف الإسرائيلي ليمنعهم من الذهاب إلى الحقول والبساتين لجمع الحطب قبل اجتداد موسم البرد والسقيع ترجمة نانسي قنقر